الفنان الكويتي عبدالله الرويشد تعرض لوعكة صحية مفاجئة في فبراير 2024 أثناء وجوده في منزله ما أدى إلى نقله إلى مستشفى جابر في الكويت بعد تحسن حالته الأولية قرر الأطباء استكمال علاجه في ألمانيا حيث قضى عدة أشهر في العلاج هناك خلال هذه الفترة كانت عائلته وخاصة ابنته أسيل تشارك محبيه برسائل مليئة بالدعاء والتفاؤل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد رحلة العلاج الطويلة والتي امتدت لأكثر من ستة أشهر أعلن أن الرويشد سيعود إلى الكويت في السابع عشر من أكتوبر عام 2024 حيث استعاد عافيته بشكل ملحوظ من المتوقع أن يتم استقباله بحفل تكريمي خاص تقديرا لمكانته الفنية الكبيرة في الكويت والخليج عند عودة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد إلى الكويت بعد رحلته العلاجية الطويلة في ألمانيا تم استقباله بحرارة من جمهوره ومحبيه الذين أعربوا عن سعادتهم بعودته بسلامة هذا الاستقبال كان مليئا بالحب والدعوات له بالصحة والعافية كما أعرب العديد من الفنانين مثل نوال الكويتية وأحلام عن فرحتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأشادوا بعودته بعد تعافيه من الأزمة الصحية التي مر بها وكان من أبرز مستقبليه الفنان نبيل شعيل الذي احتضنه وقبل رأسه معبرا عن فرحته بعودته سالما هذا المشهد أثر في الكثير من محبي الرويشد وجعل الاستقبال مليئا بالمشاعر القوية عبدالله الرويشد عبر عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى وطنه بعد هذه الرحلة العلاجية فيما كانت عائلته والفنانين الكويتيين والخليجيين على رأس المرحبين بعودته مثل الفنانة نوال الكويتية التي وجهت له رسائل دعم خلال فترة علاجه الرويشد كان قد نشر أيضا مقطع فيديو خلال فترة نقاهته ليطمئن جمهوره وشعر بالامتنان للدعم الذي تلقاه طوال فترة علاجه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر